بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين في رسالة الحقوق التي رويت عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام التي بيّن بها كثيراً من الحقوق التي تتصل بعلاقة الإنسان بالله وعلاقته بأعضائه في حركة المسؤولية التي فرضها الله على الأعضاء وعلاقته بأفعاله كالصلاة والصوم والحج وحديثنا الآن عن حق الصدقة يقول الإمام سلام الله عليه وأما حق الصدقة يعني كيف تنطلق في حياتك في حركة الصدقة فيما تمارسه منها لا بد لك من أن تعي معناها قبل أن تبدأ لتكون صدقتك صدقة واعية ترتبط فيها بالله من جهة وبالإنسان من جهة أخرى وبنفسك من حيث انفتاحها على الله وعلى الإنسان وأما حق الصدقة فأن تعلم أنها ذخرك عند ربك يعني هي الذخر الذي يذخره الله لك ويحفظه الله لك فأنت عندما تتصدق فأن الصدقة تقع في يد الله كما ورد في بعض الأحاديث قبل أن تقع في يد السائل فيأخذها الله ويضعها عنده ليذخرها إليك عند حاجتك إليها عندما تفد عليه ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد أيضاً هي الوديعة التي تودعها عند الله والوديعة على قسمين هناك وديعة عند الناس هناك وديعة عند الله الوديعة عند الناس تحتاج إلى شهود يعني يمكن أن تتعطي واحد أمانة وعدين يكرها عليك فتحتاج عندما تضع الوديعة عنده تحتاج إلى من يشهد على ذلك حتى إذا طلبتها لم يكن له مجال للإنكار وإنما كانت الوديعة لشخص أو حتى للبنك الآن عندما تخلي مالك في البنك أيضاً هذا نوع من أنواع الوذائع فأنت تحتاج إلى أوراق ثبوتية حتى دفتر الذي عندك مثلاً هذا الدفتر الذي يضمن المال الذي وضعته أو ما أشبه ذلك حتى تروح للبنك تعطيه فيعطيك مالا لكن الصدقة هي وديعة عند الله ولكن ما تحتاج إلى الإشهاد لأنها وديعة عند رب الودائع نفسك هي وديعة الله وديعتك عند الله لذلك يقول هذه هي نوع من أنواع الودائع التي لا تتكلف فيها شيئاً ما تحتاج إلى رسميات ما تحتاج إلى إثبات لأنها تنطلق منك إلى الله الذي هو الذي يحفظ الوعد والعهد والوديعة وما إلى ذلك فإذا علمت ذلك يعني إذا استوعبت هذا المعنى وعرفت معنى الصدقة في أنها ذخرك عند الله ووديعتك عند الله يعني كأنك أنت كيف واحد عندما يبعث حواله هو في المغترب يبعث حواله للوطن حتى تحفظ له منها القبيل تعتبر الصدقة وبهذا فأنت لا تعتبر أنك قد أحسنت إلى من تصدقت عليه بل أنك قد أحسنت إلى نشك لأنك وضعت هامالك عند الله ليرجع إليك في وقت أن تأحوج الناس إليه وإذا الله قبر عن ما ننفقه في الدنيا شو يعبر وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تقدم يعني أنت كأنك تبعث هذا الشيء قبل أن تفدع على الله أنت تقدم هذا بين يدي الله فأنت في الصدقة تحسن لنفسك أكثر مما تحسن للآخر وهكذا ورد في بعض الأحاديث أنه عندما يأتي السائل فكان يقال له بعض الأئمة عليه السلام مرحبا بمن يحمل زادي إلى ربي يعني كانوا لما يأخذ الفقير الصدقة منك فإنه يحمل هذه الصدقة إلى ربك واحد أنت تبعث مع فلوس إذا تبعث فلوس لأهلك ما تعتبر أنه هو أفضل عليك لما حتى يوصلها لأهلك أنت هنا كأنه هكذا فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته سراً أوثق منك بما استودعته علانية يعني عندما أنت تفهم أنك عندما تعطي الشائل صدقتك فأنت تضعها وديعة عند الله ليجعلها ذخراً لك هنا بعد ما ما في فرق بين السر والعلانية بينما عند الناس لما توضع وديعة أنت بالسر تخاف عليها يمكن ينكرها بالعلانية لا معروف الناس يعرفوا أنك أودعت عندي فلانا لكن عندما تكون الوديعة عند الله سبحانه وتعالى فأنت عند ذلك تثق بأنها ستصل إليك عندما تودعها في السر لأنه صدقة السر أعمق من صدقة العلن فأنت تكون واثقاً بصدقتك هذه بوديعتك في السر أكثر من ثقتك بوديعتك في العلن وكنت جديراً أن لا تكون أسررت إليه أمراً أعلنته وكان الأمر بينك وبينه فيها سراً على كل حال يعني أنت لما تصدق على واحد بالسر فأنت عليك أن تحفظ سرك وتحفظ سره فلا تحاول أن تتحدث عنه أمام الناس ولم تستظهر عليه فيما استودعته منها بإشهاد الأسماع والأبصار عليه بها يعني ما تحاول على أنك أنت أمام الناس تعطي أمام الناس حتى تشهد عليه شوفوا ترى أنا جاء أعطي فلان فلوس شوفوا على اسمعوا أنا راح أعطي فلان الكلام اللي بيني وبينك لا لأنه كأنها أوثق في نفسك لأنك أنت لما تحتاج بالصدقة إلى أن تعلن صدقتك وإلى أن تشهد أسماع الناس وأبصارهم عليها فكأنك لا تثق بربك لأن واحد إنما يحتاج أن يسمعه الناس كيف يعطي وديعته كيف يتحدث مع من يعطيه وديعته أو يريد أن ينظر إليه الناس بذلك فكأنك من جهة أنت متثق بهذا الشخص فإذا كانت الصدقة هي وديعة الله عندك أي حاجة بك إلى أن يسمعك الناس وأنت تتحدث مع من تتصدق عليه أي حاجة إلى أن تجعل هذا الشخص تجعل الناس ينظرون إليك وأنت تتصدق وكأنك لا تثق به في تأدية وديعتك إليك يعني أنت معناه أنك تشهد على هذا الفقير في الوديعة التي تودعها عند الله لما تحتاج للناس كأنك متثق أن الله سبحانه وتعالى يعطيك وديعتك ويردها عليك ويردها لك تحتاج إلى أنك كأنك تشهد الناس على الله يعني شوفوا أنا خليت وديعة عند الله أشهد على الله وهذا الشيء طبعاً لا يتناسب مع إيمانك بالله وثقتك بالله سبحانه وتعالى فإذا امتننت بها يوصل حالاً تعضي وأنا أعطيت وأنا أعطيتك وأنا ساعدتك وأنا أحسنت إليك بحيث أنك تحاول أن تمن عليه بما أعطيت وهذه الله سبحانه وتعالى يعني في القرآن قل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يعني أنت الآن تصدق على الإنسان وتهدم كرامته لأنك تمن عليه بما تتصدق به فإذا امتننت بها لم تأمن أن يكون بها مثل تهجين حالك منها إلى من مننتبه عليه يعني أنت هذا يدل على أنك لست مخلصاً في ذلك وأن نفسك لم تكن طيبة به وأنك لم تعطيه من أجل مشاعدته في حاله وفي أمره ولكنك أعطيته لتأخذ بذلك عند الناس مجداً ووجاهةً ولتكسر كرامته في هذا المجال لأن في ذلك دليلاً على أنك لم ترد نفسك بها ولو أنت ما تقربت لأله حتى يرجع ذلك إليك وحتى تحصل على ثوابه وإنما أنت أعطيته للدنيا لتمكن عليه بها لتسقط كرامته أو لتستغله أو لتبتزه أو ما إلى ذلك ولو أردت نفسك بها يعني قصة أن تقدم نفسك وأن تجعل هذه الصدقة وديعتك عند الله وذخرك عند الله لم تمنن بها لم تمتد بها على أحد ولا قوة إلا بالله هذا في رواية في رواية ثانية في الخصال هذه الرواية في تحف العقول يقول وحق الصدقة التعلم أنها ذخرك عند ربك عز وجل ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد عليها وكنت بما تستودعه سراً أوثق منك بما تستودعه علانية إلى هنا نفس الكلمات التي موجودة بالرواية الأولى موجودة بهذه الزيادة على ذلك وتعلم أنها تدفع البلايا والأسقام عنك في الدنيا يعني أنه دور الصدقة هي أنها تدفع عنك البلاء وتدفع عنك الأمراض حتى ورد داو مرضاكم بالصدقة وأن الصدقة تدفع البلاء وتدفع عنك النار في الآخرة هذا دور الصدقة فيها هذا الجو العام للصدقة هنا نأتي تدريجاً إلى ما جاء في الكتاب وفي السنة حول هذا الموضوع بلحاظ أنها تتحدث عن التفاصيل في القرآن الكريم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يعني نحن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين للنبي صلى الله عليه وآله أن هذه الصدقة التي تأخذها من المسلمين سواء كانت صدقة واجبة كالزكاة أو صدقة مستحبة كبقية الإنفاقات قربة إلى الله قل هذه فائدتها لمن يتصدقون لأنك بذلك تطهرهم بها لأنه المعروف في بعض الأحاديث أن الصدقة هي أوساخ الناس يعني كيف أنت الآن عندما تجي تغسل بدنك حتى تنظفه بإزالة الأوساخ عنه كيف تغسل ثوبك كيف تغسل بيتك أنت تغسل أموالك بالصدقة فأنت كأنك تزيل أوساخ المال بهذه الصدقة ثم فيها طهارة للنفس باعتبار أنها تربي الإنسان على العطاء يعني تزيل وسخ البخل لأن البخل هو وسخ نفسي البخل مرض نفسي والإنسان يتصور على أنه عندما يبخل فأنه يبخل على الآخرين والواقع أنه يبخل على نفسه ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فدور الصدقة فدور الصدقة أنها تزيل عن نفسك هذا الوحل الذي يتمظهر بمظهر البخل الوحل النفسي هذا الخلق السيء وهكذا أنت عندما وهذا هو الذي بلغ القمة عند أهل البيت عليهم السلام في طريقتهم في الصدقة فنحن نقرأ مثلا في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة يعني أن تنطلق الصدقة قربة إلى الله تعالى لا أنك تعطي هذا الإنسان من صدقتك لتأخذ في مقابلها أو ليشكرك عليها ولكنك تعطيه من كل نفسك تقربا إلى الله وإحساسا بمشكلته لتتحرك إنسانيتك في رعاية إنسانيته وهكذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أنك في بعض الحالات الصدقة تكون نوع من أنواع الإثار بأنك تعطي ما أنت محتاج له ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون وهكذا نجد أن الله تحدث وخلد صدقة أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما تصدق بخاتمه على السائل وكان يصلي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهكذا فهي تطهر النفس لأنها ترتفع بالنفس إلى الله فتعيش العطاء للآخر قربة إلى الله تعالى وتتفاعل مع إنسانية الآخر محبة لله سبحانه وتعالى وتزكيهم بها أيضاً اتنمي لهم طاقات تزكيهم يعني تجعل التزكية في نفوسهم التنمية الروحية التنمية الأخلاقية وهكذا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم إذن على هذا الصدق الصير مثل الصلاة كيف الصلاة تنهى مدرسة الله أرادها أن يكون مدرسة للتربية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصدق أيضاً تطهر المتصدقين وتزكيهم وترتفع بأرواحهم وتنفتح بهم على ربهم وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وذلك من خلال ما يعيشون فيه من القيم الروحية التي تجعلهم يبذلون المال لا أساسي أنه مسؤوليتهم الإنسانية وصل عليهم يعني إذا أخذت منهم الصدقة صل عليهم يعني ادعو لهم يعني يستحب الإنسان بحيث الشخص الذي بحيث يدفع الحقوق الشرعية أو الذي يتصدق أن يدعو له من يأخذ الصدقة ومن يأخذ الحق وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني يشعروا بالطمأنينة ويشعروا بالهدوء ويشعروا بالراحة الروحية والله سميع عليم وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرض القيامة نار ما خلى ظل المؤمن فإن صدقته تظله يعني جو القيامة هو جو لهيب كناية عن الحرارة واعتبار الشمس التي تقترب من رؤوس الخلاءة كما ورد يقول لكن المؤمن يعني لا ظل ما في عندنا بعض القيامة لا ظل إلا ظله الصدقة تصدق فيها أنت بالدنيا هي تتحول إلى ظل يظللك من حرارة الشمس ومن لهيبها وإحراقها وورد عن الإمام علي عليه السلام الصدقة جنة من النار الجنة هو الدرع الذي يقيك من ضربات الأعداء والصدقة هي جنة من النار هي درع يقيك من النار ويحجب النار عنك وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الصدقة لتدفئ عن أهلها حر القبور وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته وفي الحديث عن رسول الله كل مرء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس لأن ينتهي الله من القضاء بين الناس وعنه صلى الله عليه وآله إن الصدقة لتدفئ غضب الرب وعنه صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل ليضحك يعني ليفرح ليسر إلى الرجل كناية عن السرور وعن فرح الله طبعا الله ليس جسدا ليضحك كما نضحك إذا مد إلى الرجل لمتصدق إذا مد يده في الصدقة ومن ضحك الله إليه غفر له الذي الله يفرح إليك فيما تعمل فلابد له من أن يغفر لك أنت تضطي صدقة لهذا الفقير وتحصل في مقابلها مغفرة الله سبحانه وتعالى وعن الإمام الصادق عليه السلام لما نزلت آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة يعني ورد شوفوا أغلب الآيات الموجودة في القرآن الكريم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آية أخرى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم يعني الله قرأ بين قبول التوبة وبين أخذ الصدقات بحيث أن الله يبين كأنه من رحمته للإنسان ومن لطفه به أنه إذا تاب قبل توبته ولو كان الذنوبه كزبد البحر وإذا تصدق فإن الله يأخذ صدقته بيده تماما كما لو كان أعطاها لله بشكل مباشر وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله خلتان يعني خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد أخذ وضوئي فإنه من صلاة يعني واحد يجي يصب لك الماء على إيدك وأنت عم تتوضى قل لا بل أنا عندما أتوضى أن تكون كل وضوئي بحيث أنا أمارسه وأنا أتولاه بنفسي وصدقتي أيضا ما أحب أن يشاركني فيه أحد يجي واحد يعني أعطي الصدقة لواحد وحطيها لفلان إذا أمكنني أن أعطيها لنفس الفقير فإنها من يدي إلى يد السائل فإنها يعني الصدقة تقع في يدي الرحمن فأنا بحب واحد عم يعطي الله سبحانه وتعالى وهو الذي رزقنا إياها وأعطانا إياها الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله تبارك وتعالى يقول ما من شيء إلا وقد وكلت من يقبضه غيري إلا الصدقة فأني أتلقفها بيدي تلقفا يعني الله هو يأخذها رأسه والنقطة الثالثة في الصدقة الله سبحانه وتعالى يبين الفرق بين الصدقة وبين الربا لأنه المرابين يعني عندما هدفهم إنما هو تربية أموالهم يقول لك عندي عشرة بكرة صير مية بدين هذا بالمية كذا بدين ذاك كذا فحتى ينمي أمواله بواسطة الربا هنا الله يقارن بين الربا بين الشخص الذي يربي ماله بالربا وبين الصدقة الذي قد يصورها بعض الناس أنها خسارة نقص ماله في بعض الناس أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه بعض الناس هيك يفكر أنه لما يدفع الحقوق الشرعية لما يدفع الزكاة لما يدفع الخموش لما يدفع الصدقة راح يصير نقصان في ماله هنا خذينا نسمع الآية القرآنية والتعليق عليه يقول يمحق الله الربا يعني أنت ترابي وتنمي مالك من أموال الناس باعتبار أنك تستغل حاجتهم إلك فتحاول أن تستغل ذلك أن تبتزهم لتأخذ في مقابل مالك مالا من دون عمل لأن مرابي ما يعمل يعني أفضل أنت أخذتها العشرة بالمئة على يساس أنت ما عملت حتى أنك تأخذ ثمن عملك الموضوع أعطيتها الإنسان صح لكن حملتها مسؤولية المال مرة تعطيه شريك مضارب تضطي رأس المال ويشتغل الربح بينك وبينه لأنه صار شركة بين الربح بين المال وبين العمل وإذا فرضنا خسر هذا صاحبنا يخسر عمله وتخسر ماله وما تقتحمل مسؤولية لكن هذا اللي انتدينه لو فرضناه تاجة لو خسر بلدك تلاحقه هذا الفرق بين المضاربة في الإسلام وبين الرباح فيقول الله يمحق الربا كيف يمحق صحيح أنت تحصل الفلوس بالربا لكن الله يبعث لك يا ضرائب تجيك من الظالمين أمراض تجيك بلاءات تجيك الآن ما عندنا كثير المرابين صاروا على الأرض يمحق الله ثم يوم القيامة أنت تواجه غضب الله في ذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقات ينميها إن والله لا يحب كل كفار أثيم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني حتى لو كنت تعطي شق تمرة ما عندك غيرها تتصدق فيها هذه هي تكون وقاية لك من النار فإن الله عز وجل يربيها لصاحبه هالتمر الصغير الله يكبرها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله كيف يعني عندك فصيل عندك ناقة عندك شات كيف على أنك تربيها حتى تسمن وحتى تكبر وما أشبه ذلك الله يربي لك هذه التمر الصغيرة حتى يكون أعظم من يوم القيامة حتى يكون أعظم من الجبل العظيم تعطي التمر الصغيرة ولا تروح تشوفها كأنها مثل الجبل وهكذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال الله تعالى إن من عبادي من يتصدق بشق تمره فأربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى أجعلها له مثل جبل أحد رايحين أنتم الأحد شايفين الجبل هناك لا شكرا هذا فإذا نحن إذن عندما نتصدق فمعناه أننا سنجد صدقتنا كبيرة عند الله من خلال ما يربيها الله سبحانه وتعالى لنا وطبعا في هالمسألة يعني شق تمر يمكن الكلام يجر الكلام يقال أن شخصا في المدينة كان عنده تمر كثير والمدينة بلد التمر أوصى بأن ينفق تمر الذي عنده وهو كثير بعد موت وجعل رسول الله وصية فلما مات النبي جمع الفقراء أو أنه أرسل إليهم ابعثوا هذا إلى بيت فلان هذا إلى بيت فلان حتى نفد التمر وبقي التمر مسوسا النبي رفعها بيده كما تقول الرواية وقال لو أن هذا الرجل تصدق بهذه التمر في حياته لكانت أفضل من كل ما تصدقنا به عنه الآن لأنه في فرق بين أن تصدق وأنت المال في ملكك ناس صدقة تخرج من خلال كل كيانك وتمثل أيضا تقربها أما بعد وفاتك مش إلك المال وأنت ذهبت عنه وهذا ما قاله ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أي موجهة لكل من يدروه للحاج ويكتب وصية عليه حقوق بدي وص فيهم عليه أشياء للناس أريد أوص فيهم صلاة وص فيها الإمام علي يقول كن وصية نفسك فعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك عليك حقوق الآن ادفع عندك مال عندك حقوق ادفعها الناس إليها حقوق عليك ادفع للناس حق الناس عليك صلاة وصوم حاول على أنك بالتدريج كل يوم صلي لك فرض صلاة مثلا بحسب إمكاناتك أما الوصي عندما تغيب أنت عن الأنظار يأخذ الوصية ويخليها بالكوب ويشرب مائها والله يرحمه أنا بيعرف ناش وصوا بثلث مالهم على أساس أن يدفع للفقراء أو الحقوق وصار له متوفع عشرين خمسة وعشرين سنة بعد ويندفع ثلث المال لأن هذا ربما نشوف الوريث عندي يقول له لا شيء أنا بيدفعه بس خليني رأس مال هذا أسويه أتاجر به هون وهون وهون وآخر الأمر لذلك المشكلة أيها الأحبة أنه إحنا ما نعتقد بالآخر ولذلك ما نستعد إله لأن إحنا واحدنا عندما يكون مغترب يحصل فلوس يدفع للبلد الوطن حتى يسولوا شقة حتى يشتروا لأراض وآه كذا ليش لأنه هاي آخرتنا بوطننا أو ببلدنا نؤمن فيها تماما بس بآخرة الله هذه اليوم الله بيهون الله هذه المسألة قل لك هذا نقدي وذاك سلف وما عاقل عمر بن سعد وما عاقل باع الوجود بدين واحد يبيع الشيء النقدي بدين ما حدا وربما إحنا نفكر بهذه التفكير يا أيها الناس اتقوا ربكم أن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله أن الله خبير بما تعملون والحمد الله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة